هاتبه نوم أربع؟ نا هاتبه نوم أربع؟ طيب تعال نتكلم بس هنجري بقى بقى ماشي الهدف اللي جاي في منتخب مصر هو حصلت حالة شبعي الهدف بالزبط حصل هدف زي الحالة بالزبط قبل الجمه ييجي بحوالي ست سبع دايب تعال نتفرج على نجيب كرة من الأول معلش خلص ده تلاتة وتلاتين في الديا واربعة وتلاتين خلاص ده الجون مفيش مشكلة مفيش مشكلة ماشي دي هنا بتاعت هنا ده جيفرسون وكان ده الراجل اللي حب نتكلم عليه بتاعت دولي المصري ما عافش الصورة عدت كده هي دي لقطة هي اللقطة دي بص طبعا نص ملعب منتخب مصر تدبط عن منتخب مصر كان زائي جدا الراجل جيفرسون وكان ده الرحمة 18 بتاعت غينيا لحد 18 مصر ما حادش بيقوله أي حاجة تعال بقى نشوف الهدف يلا أول حاجة الهدف كان ركلة ركنية لمنتخب مصر الكرة تردت عاوزك تبص على ارتداد لعبي مصر اللي جوة 18 نرجع بفرين بس واحد أنا معافش كرة ماشي هنا محمد صلاح هيحاول يدخل مع الراجل إنه هو يحاول ياخد منه الكرة الراجل هياخده الكرة وهيحصل التحول نكمل الصورة اللي بعدها وكان فيه صور ماشي الراجل رقم ماما بلدي اللي جنب محمد صلاح ده بص يا كريم وفين هو عن نص الملعب لوحده خالص الراجل بيجري تماما رامي ربيعة طلع برا مكانه رقص دخل رامي ربيعة لجوة أول ما لقى بالكورة الرقم رقم 22 رامي ربيعة محمد هاني ناس كلها ثبت الراجل فالكورة أول ما تردت من رامي ربيعة وكان سايق جدا في التشتيت أول ما الكورة خبطت متجات للراجل قدام المرمى تماما قدر إنه هو يحرز هدف حلو وبعتذر معلش لا 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 فيها حاجات صور كتير هطارت مفيش صور كتير هطارت مفيش مجرد مفيش مجرد لا لا عادي عادي جمال عشل جمال جمال عنده صور مهم يلا طيب راحوا برضو منا لا لا يبقى نفس الصور جابوا حالات جابة ممكن تبقى جابوا الصور بتاعتها اوشلا طيب معلش وانه نفس الحالة يلا يلا واحد بص دايما يا كريم لما بتيجي تتكلم على ارتداد الدفاعي تتكلم على أدوار مكلب بها اللاعبين اللعبية ما بترجعش عشوائي بترعف منتخب مصر اللعبية مش طبيعي انها ترجع عشوائي بالشكل الفرق راجع فيه بص بتتكلم على الفريق بص وقف ازاي في تلاتة ملاش علاقة بيوم التلاتة رفوسة المرعب هيخش بقى اشبرسن انكاد هيفضل ماشي في الباثوي ده كده هيكمل 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 الفريم اللي بعده هيفضل مكمل بحد يقابله الشاش هيفضل مكمل بحد يقابله تبتخلى اللقطة اللي فاتت الرجل وقف على الباكرايت في اقصى زاوية اليمين يفضل يوصل للنقطة اللي مغير بحد يقابله الرجل هيدخل يعمل وبعدين عابب العرض دي الفورس قبلها بقى قد ايه قبلها بستة دقايق طب تعرح بقى لكورة الهدف مجموعة من الاخطاء المركبة لان الناس خدت اللقطة الاخيرة بتاع ترامي ربيع بس او الغلطة الاخيرة بتاع ترامي ربيع بس لا مجموعة من الاخطاء المركبة كارثية الخطأ الاولاني الارتداد بطء الارتداد فيه خمسة جول 18 معهم صلاح سبعة في الصورة السبعة محدش منهم هيظهر خالص شباب عبالما جمالي خلص جاهزوا الحالات بتاعة محمود شاكر فيما يخص هذا الهدف يلا كمل يا بنا السبعة العيبة محدش منهم هيظهر في الكادة تلات العيبة بس اللي هيظهروا كمل وبعدين هيحصل الارتداد من ثنائي بص الراجل راجع لوحده كم في الصورة دي الطبيعي كم العيبة على كم 3 على 5 ففي الوضع الطبيعي لو 3 على 5 فانا رجعت في الوقت المسالي لكن رجعت غلط وقفت غلط. رجعت نفسي مش معي. فانا مش قادر اقف الوقفة الصحيحة. بص هنا اتنين اللعبة على واحد. على ما هو بلدي الرجل اللي هيروح يجيب جول. والمفروض انه هو اللي مقابل. مفروض النهاني او رامي يقفلوا عليه. صح. ما حصلش. طيب اللي بعديها. الرجل استلم بالمناسبة. ما عليش يرجع فريم واحد. الكرة دي كابتن. انا كنت طبعا مع احترام الكامل لكابتن جهاد. كان بيكلم ان الهدف صحيح. لانه كنت بيكلم على لمسة اليد. الفري اليد. الكرة ما فيهاش كلام. ما فيهاش اراء. فارد اليد مخالفة واضحة تماما. فاول جهة التمنتاشر. في موجة نظر الهدف غير صحيح. بتاع منتخب مصر. هي اللقطة دي اللي بيقول لك. المنتخب غينية. هدف غير صحيح ابدا. الكرة باقي واضحة تماما. في الفريم اللي فات. دي اللقطة الوحيدة اللي ببين انه الكرة مخالفة واضحة جدا. النقطة التانية بص. هنا الراجل الكرة فيها هنا لغبطة هنا. محمد هيني وقف بيتفرج. حمد فتحي. وقف على قعوبه. الراجل ده كان قابل حمد فتحي ومفروض يقابله. لانه لعب بيلعب دابل بيفت ما قابله. شباب هتقول الحالات بتاعت محمود شاكر بسرعة شكرا جيمي. على طول بقى هنجيبها ايه عنها كده يا أستاذ محمود. طيب طيب. دي الحالة اللي قابلها على طول. زي ما انت شايف هنا. هنا اول ما امتخب غين ياخد الكرة ونماشي الحالات بسرعة. عاوز بقول لك على جيفرسون ان كده بص يا كريم واقف فين عند التمنتاشر. هياخد الكرة الوحيد اللي ضغط عليه أوفة. هي هيعدي من أوفة. اول ما ياخد الكرة هيعدي من أوفة. بص كم الامطار وكمل يارضات اللي قطاح الراجل. اول ما عد من أوفة نكمل. بالفريم هتلاقي راجل جه خط نص الملعب. مكمل. رقص محمد حمدي. مفيش اي مشاكل. هنا بقى حمدي فتحي كان غريب جدا. حمدي فتحي حتى ما دايقوش. الراجل فيدي يكمل. يكمل. يكمل الفريم اللي بعده. بص من اول التمنتاشر لحد تمنتاشر منتاشر منتخب مصر. ما حدش قال له السلام عليكم. الجون بقى زي ما انت شايف هنا. والك الكرة دي كانت خطرة جدا على منتخب مصر. تعال بقى نشوف الجون. عشان بس انا قلت عيد الجون لي يا كريم. هقولك عيد الجون لي. تعال نتفرج. اول ما الكرة تلعبت كورنر. ماشي. اتقطعت الكرة من اه من لعيبة غينيا. اول ما الكرة هتنزل. محمد صلاح هيحاول يروح ياخد الكرة من الراجل. بص اللي ده بتاع عيبة منتخب مصر زي ما قلت لك. مفيش اي حاجة. اول ما الكرة هتنزل. اول ما راجل هيلف بمحمد صلاح. نكمل الفريم اللي بعده. خد الكرة بمحمد ص بص على اللعيب اللي معا دا ده. ده اللعيب اللي جابه الجون. الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده. الراجل بيجري بمنتهى السهولة. محدش واخد باله منه في اي حاجة. بص يا كريم. بص ما فيش اي حاجة في اي حتة. الراجل منتهى بسط. هنا رامي ربيعة اول مرة اعمل اترقص. ماشي. الراجل خد الكرة لجوة نكمل الفريم اللي بعده. الراجل ام سلم الكرة. الراجل بتاع نص الملعب. وام سلم الكرة تاني لماما بلدي. اماما بلدي امرقص رامي ربيعة تاني لجوة مع أن رامي ربيع مفروض يطلعوا بره ما دخلوش جوه الملعب وقام الراجل عمل الباص ما بينه وما بين اللعيب رقم 22 وبرضو اتساب لوحده زي ما انت شايف بالدائرة كده لغاية لما كورة جات قدامه وأحرز الهدف عشان كده بقولك الخطأ كان متكرر أنا بس كنت حابب عيدها عشان خاطر الدوائر مبينها لك الراجل من الأول متساب من 18 من كونر مفيش أي ارتداد من اللعيب وانتخب نعم حاجة بقى انت مرضي